ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو العملياً لكي نخرجون ونشيرون لواحة تخوين والتكفير ماذا نبدأ بهذا الذي وصلنا؟ هذا هو رأيي وقف لهم الشعر وقف لهم الشعر وقف لهم الشعر ونسينا الأهم بأن الفلسفة الحقيقية هي الانتصار للخلية للمجتمع هذه الأسرة بما فيها المصلحة الفضلية للطفل تخلنا أنك تخول وتكفر بأن الآفة التخلف التخوير التكفير أنا أقول رأيي قابل للصواب كما هو قابل الخطأ سنتظرك أيضاً لأن كلنا في مساحنا كما قلت لم يكن حقيقة حقاً ملكو عين الله ولكن نحن في مسعارة وإلا قابلنا هذه الحقيقة فأسمحي يا باريشة أدعى النضج لأنه مجتمع التعامل مع قضايا الراهن السياسي هي مسجد السحة السياسية هي النضرة الفاعل السياسي للمجتمع السياسي اليوم خصوا شحناء خصوا يراجع الدجاج خصوا يقوم بواحد النقد ذاتي سواء من التقارير أو من الحملات التبخيصية تضرب الدمقراطية لما أقول تضرب الدمقراطية تضرب الدمقراطية في مفهوم الأحزاب لأن الأحزاب ضربوا في الدمقراطية تضرب الدمقراطية وبالتالي كان نقاش في هذا المستوى كان نقاش أيضا على المدونة الأسرة والموقف الحركة الشعبية بارز فيها والذي نختصره موقف وسط بين احترام التوابيت والمقدس وأيضا فتح على الحدثة من خلال المواتيق والاتفاقيات للدولية كان أيضا نقاش على تقرير المجلس الأعلى للحسابات وأيضا كان نقاش حول البديل الحركة الشعبية تقدم بديل تجدد الجلد أيضا الحركة الشعبية وقفت على نواقش حمد بنقد ذاتي وبالتالي اليوم صوت الحركة الشعبية أصبحت مسموع لماذا؟ لأنها أصبحت أكثر واقعية تعالق الهواجيس للمشاكين ومتدارات المواطنين بكل جرأة وصراحة وبقوات اقتراحية ننتقل إلى موقف آخر من المواقف التي شهدتها الساحة المغربية شهدتها احتقان كبير جدا لكن أيضا طلبت الطلب لم نسمع صوتكم لم نسمع صوتكم لا نسمع صوتكم أولا الأخوان طلبت كل يصدق وفي الأولى رفضوا أنهم يتواصلوا مع أي حساسي وقالوا نحن نرفضوا الركوب السياسي على هذا القبيل احنا احترمنا هذا الموقف احترمنا هذا الموقف لأن لا يمكن لا يمكن ممكن ممكن ولكن موقع أنهم طلبوا لقاء معنا وقالوا 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 لأنهم وقالوا وقالوا لأنهم لديهم حساسين لديهم مجموعة المطالب التي تهمها لأنها معقولة وقالوا لنقوم بها لنا وقالوا لنا وقالوا لأننا لديهم مجموعة لأن الحركة لا يمكننا أن تصدق خصوصاً أن اليوم قرأ لا، لا، لا أقول هذا بأخينا واحد إشكال كبير في المغرب والأولادة بدأ يقلقوني هذا الردة حققية لماذا؟ الردة حققية لأنهم تمنعوه يعني تتم هناك إشراحة لحل المكاتلين في الكوليات إلى آخره وأسمح لي في الغادين في الغادين الإخوان سمحوا لي واليوم أنا أخرى أن هناك إجراءات ضد الطلبة لا أولاً منعطيهم منحفهم في الاعتصام هذا المنجج أنا أعتبره تراجع لأنه لم يكن منعطي الأساتي لأنه موقفة مليونية ومنعطي هذه الطلبة ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ سمح لي ماذا يعني؟ أنا أعتبرها؟ هذا ما حدث رواليد حققية خطيرة في البلاد خطيرة في البلاد هذه الطلبة طلبة عندما يجب أن نحق وضعني يحق أن نحق كان هذا الزوم ووقفوا كثيراً لأنه يوجد طلبة إلى هذه الطلبة في البلاد العشرة واسمح لي هذا ما حققنا منعطينا وما حققنا سنعود إلى الـ وإنهار لإحقائه وإنهار للحفاقية سمح لي هذا ما لا نسكتو عنه وما لا نقبله يمكن أن يختلفوا في التعامل مع المطالب من هذا الشباب ولكن يجب أن نعطيه هذه الصورة سلبية على التداهر على الحق يختلفوا على المطالبة بواحد المطالب الذي يمكن أن يختلفوا على المطالب نحن نضموا في القريب ندوة لدعوه للصيد وزير التعليم والصيد وزير الصحة لكي يقلصوا على المطالب إذا كنا 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 نكتفيوا بالتفرج وهنا كنا نديروا شي حاجة أخر إذا كنا كنا نتعاملوا مع قضايا مجتمعية اللي فيها أولادنا وفيها المستقبل الصحة سأعطيك مثلا لابا، كدروا، أنا أبتغط معهم فكرة للتكوين تمام فكرة للتكوين، أنا أبتغط معهم فعل سمعتين من الدولة أنا أقول لك، سمعتين من الدولة اسمعتين من الدولة، سمعتين من الدولة، كيف ستبق معهم؟ دبال الحكمة الوقعة تتفجه للسيائج والجامعية السيائج شو يجبك أن فتحناها في الراشيدية؟ فعلهم فرحنا فاذا سواء تلقي الطلبة؟ لا يمكنك القرارات لا يمكنك القرارات لا يمكنك القرارات لن تبقية علم لماذا كنت تخدروا ذلك؟ أو مراطة ما تخرجوا أعطي بقوا لك الزارة خطير هذا الشيء لا يمكن أن يكون الإخوان السكسوية على هذا الشيء هذا البلاد هذه عندها أولادها أيضاً لا يوجد أن يكون في موقع الأغلبية أو أن يتعطي الناس في الحق سبحاني، هذا مريب يسألنا وهذا أولادنا وهذا مستقبال للصحة مزيان نعافي لك ماذا أريد أن نربحوا؟ هذا العام سوف نحيج ماذا أريد أن نربحوا؟ مزيان سوف يقول لي هذا العام سوف يمشي وكيف يحركوا؟ نحن نوضحوها الوزير لا يمكن أن يقولها خايف هذه المشكلة للحكم ومخصوص ما نرجوها تقول عشياء كما هي هذك سنين هذين نعطيهم سنين باش ما نقلعواش سنة سنين باش ما تكونش روموا رئيس فيهم ويخرجوا برا أجيد أن هناك أرقام خطيرة مغويلة لم تقول لاش عدد كبير مفاقت 14 أو 15 ألف اللي كانت تكونوا في المغرب ويخرجوا له هذين آليات باش عنا نزيروا عنها سبح لي يا اتوقع معايا ماذا نقرد كنتهرت بمعبينة رايي نشيتك باقي الموخنش الاحسزي على ضعور ألقى حولو ألقى حولو دي ذا الردع ولكن ما نضيعش وانتقوين واش نقول لك لبه هات سنين يعني متلا أنا كونتك أنا كونتك نتابق معاك لا تخلص ليش بزيان لا تخلص ليش بزيان انت أوليك يقول ميمكن الشتكات تعطيك هذين بالدرام وكتصيفطوا ل الواحد هذا مشكل كان سابق دكتور محمد هذا مشكل كان سابق حتى لا زمنكم في الحكومة هذا مشكل كان سابق حتى لا زمنكم في الحكومة عنش ما تفتيش عني يوم تنام هذا تكريم لضيفنا الكريم شكرا جزيلا عفادة من بيت صحبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا